السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد إذن بما أن الوزارة حسمت بخصوص تمديد العطلة المدراسية أسبوع آخر فممقاش تمديد العطلة المدراسية وإنما سيتم اللجوء إلى تعليم عن بعد في الحالة التالية إذا تأزمت الوضعية الوبائية حيث سيتم تنسيق بين جميع السلطات المحلية مع وزارة الصحة من أجل تخاذ إجراءات على المستوى المحلي حسب تطور الأوضاع الصحية محليا بمعنى أنه لا تزاد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالنسبة للمستوى المؤسسات سيتم تعامل مع تلك الحالات محليا بمعنى أنه سيتم اللجوء إلى التعليم عن بعد على المستوى المحلي ماشي المغرب كامل هذي يمشي للتعليم عن بعد لا ممكن بعض المناطقين تزادوا في الحالات يقرأوا عن بعد وممكن أن مؤسسات أخرين يقرأوا بشكل عادي إذا لم يكن لديهم حالات تسجلوا في المؤسسات وهذا بطبيع الحال السلطات المحلية ووزارة الصحة ومن يأخذوا قرارات بشأن هل سيتم اعتماد نمط التعليم عن بعد أم تعليم الحضوري إذن هذا الشيء الذي كان لأنه كان بعض الأمور في الفيسبوك بأنه سيتم اللجوء إلى التعليم عن بعد ثلاثة ايام اربع ايام ما تدخلوا للدراسة وتلجؤوا عن بعد هذا الشيء ليس صحيح فقط أنه على مستوى المؤسسة وهذا الشيء رأيناه فالدار بيضاء كانوا بعد مؤسسات كنضنوا للرباط قبل العطلة كانوا تظهروا فيها بعض الحالات وتملجوا إلى تعليم عن بعد لمدة معينة وليس لدورة كاملة فقط أسبوعين أو عشرة أيام تقريبا حتى كيتشافوا تلامدوا لذلك الحالات وكيرجعوا بشكل عادي أنه مقرأوا حضوريا إذن كنتمنى أن نكون وضحت هذه النقطة والسلام عليكم ورحمة الله